بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين في البداية نرحب فيكم كلجنة تطوعية منظمة للحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص أنا المحامي محمد محسن المطيري محامي أمام محكمة التمييز والدستورية العليا ورحب فيكم مرة ثانية تشرفونا في مكتبنا بالنسبة للسؤال الموجه من قبل اللجنة بلا شك يستحق العاملين في عقود المقاولين المساواة الكاملة والمطلقة بينه وبين زميلة العامل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لماذا؟ لأن القانون أصلاً وجد حتى ليكون منصفاً لحقوق العاملين في القطاع النفطي بشكل عام بل القانون الذاتي اللي هو 28 لسنة 1969 صدر حماية للموظفين العاملين في عقود المقاولين لأن في ذاك التوقيت وهو سنة 1969 لم يكن هناك سوى عقود المقاولين لم تكن هناك شركات وطنية اللي نعرفها الآن ولم يكن هناك موظفين يعملون في شركات وطنية عاملة في المجال النفطي بل كانوا الكويتيون يعملون لدى المقاولين وصدر هذا القانون حتى يكون حامي لهم بعد الله في مسألة المقاول وعلاقته في العاملين الكويتيين منهم في المجال النفطي الآن نتحدث عن النسبة ونسبة نجاح هذه القضية أجد برأي أنها تتجاوز 70% إلى 80% في مسألة تقرير هذه الحقوق لأنه كما أشرنا سابقاً لأن القانون وجد بدلات ومزايا وحقوق كلها لصالح العاملين في عقود المقاولين نعم يحق لجميع الموظفين العاملين في عقود المقاولين أن يتم صرف البدلات والمزايا المالية يتم صرفها فعلاً للموظفين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها طالما أنه كان هناك عقب ما بين المقاول وما بين مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فكل موظفين الكويتيين العاملين لدى المقاول يستحق جميع البدلات والمزايا المالية التي يستحقها الموظف العامل في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها نعم قرر القانون طالما أن هناك شكوى قدمت من الموظف ضد صاحب العمل أن يكون له مركز قانوني خاص بحيث أن كل عمل يستجد على هذه العلاقة بعد هذه الشكوى في مسألة فصل تعسفي من قبل صاحب العمل بوجود هذه الشكوى المقدمة من الموظف ضد الشركة قبل إجراء هذا الفصل فتكون أشبه بالضامن بعدم تعسف هذه الشركة بإجراءات فصل أو حتى خصم علا ذلك أن المشرر أضف على هذه الشكوى حماية خاصة للموظف قبل الشركة العامل بها حتى لا يتم انتقاس حقه في التقاضي وفي الشكوى لذلك القانون لما قرر في أن كل شاكي على شركة يعمل بها أن يكون له مركز قانوني واضح ومحدد في مواجهة هذه الشركة وكل إجراءات تتخذها الشركة بعد هذه الشكوى يجب إبطالها طالما أنها كانت تعسفية وبصدد الرد على هذه الشكوى فهناك ضمانات قررت بالقانون حتى يكون الموظف أفضلية وأحقية أيضا في مجال رفع الشكاوي ضد الشركة التي يعمل بها فهنا الضامن له بعد الله هو القانون نفسه لينطبق على كل واقعة تتعلق في العمل بين الموظف ورب العمل إذا كنا نتكلم على الموظفين العاملين في القطاع الخاص هي الحقوق مترتبة على علاقة العمل ذاتها فإذا كنا نتكلم على أن الموظف ما صار على رأس عمله ولم تنتهي علاقة العمل التي تربطه بالشركة التي يعمل بها فطالما أن الحق يجد أنه متجدد فيكون لها الحق في المطالبة لكن إذا انتهت العلاقة ما بين الموظف وصاحب العمل هناك سنة نتكلم عنها في حالة تنكر صاحب العمل الحقوق هذه فلا يجوز بعد هذه السنة أن يكون هناك شكوى تتعلق على علاقة العمل التي تربط الموظف بصاحب الشركة فهناك أمرين في هذا السؤال والرد عليه إذا كانت العلاقة قائمة ما بين الموظف وصاحب العمل وما زالت سارية أي أن يكون هناك عقد يربط طرفين وهو عقد عمل ولم ينتهي هذا العقد بأي حالة من الحالات يكون حق الموظف متجدد طالما أن العقد ساري إذا انتهى هذا العقد بأي حالة من حالاته يكون من حق الموظف أن يرفع شكوى لكن خلال سنة حتى لا تسقط هذه الحقوق بمضي السنة أي بعد مضي السنة لا يجوز للموظف سنة من انتهاء العقد أن يرفع شكوى أو أي حق مرتبط في العمل لانتهاء السنة كاملة على انتهاء علاقته بالشركة المدة القانونية للمطالبات بأي حقوق دورية تمتد إلى خمس سنوات طالما أن هذا الحق الدوري وأعني بذلك بالحق الدوري هو الحق المتجدد شهري طالما أن هناك موظفين يجدوا أن هناك انتقاصة من حقوقهم المتعلقة بالبذلات والمزايا أي مرتبطة بنهاية كل شهر مع الراتب فيمتد هذا الأثر الرجعي للمطالبة بحقوقهم لمدة خمس سنوات لا أكثر من ذلك وحسب علاقة الموظف في شركته فإذا كنا نتكلم على أن تم تعيينه أو تم توقيع عقده مع هذه الشركة سواء سنتين أو ثلاثة أو أربعة إلى خمسة فله الحق المطالبة حتى خمس سنوات مضت لكن أكثر من ذلك لا يجوز قانوناً لأنه يسقط حقه طالما أنه حقه مرتبط بشيء اسمه حق دوري أي متجدد بكل شهر لا يجوز أكثر من ذلك لكن أقل من ذلك نعم جائز طالما أنه كان عقده خلال الخمس سنوات وأقل أي أن كانت المدة في حدود الخمس سنوات لا يجوز أكثر من ذلك المطالبين في حقوقه كأثر رجعي لهم في الإجابة على هذا السؤال تحديداً أولاً يجب أن يكون الموظف منضم إلى الشكوى الجماعية وأن يكون بصدد بحث هذا الموضوع أمام القضاء هذا أولاً حتى يتم الفصل في مسألة إذا كان عقده الساري أو العقد السابق على هذا العقد المنظور أمام القضاء هذا من ناحية من ناحية أخرى إذا كنا نتكلم على أن هناك حقوق مرتبطة بعقد قد انتهى لأي سبب من الأسباب إلا أن كانت هذه الحقوق منتقصة ولم تصرف في العقد السابق اللي هي البدلات والمزايل المالية التي استحقها هذا الموظف العامل في شركات المقاولين أي القطاع النفطي الخاص إذا كان مضى على انتهاء علاقته مع الشركة السابقة أكثر من سنة فلا يجوز أن نتحدث عن أي حقوق مرتبطة بالعقد السابق الذي مضى على انتهاءه أكثر من سنة فطالما أنه مضت سنة فلا يجوز الرجوع على هذه الشركة بالحقوق حتى ونقررها القضاء مستقبلاً فيما يتعلق بالمزايا والبدلات المعيار لدينا هو السنة من تاريخ انتهاء علاقته بهذه الشركة السابقة أما الشركة اللي يعمل لديها ومازال على رأس عمله وبحكة ما بحثت تفاصيل شكوى فيما يتعلق بالحقوق والبدلات والمزايا فلها أن تحكم بأثر رجعي طالما أن بداية العقد لم يقرر هذه الحقوق والمزايا والبدلات بالنسبة للشكوى الجماعية التي الآن تنظرها هيئة التحكيم بمحكمة الاستيناب كل من شارك بهذه الشكوى وكان اسمه من ضمن المشاركين بهذه الشكوى يتم احتساب في حالة وهذا ما نعمله ونرجوه من القضاء في حالة تقرير هذه الحقوق والمزايا والبدلات يكون مستفيد بالضرورة من هذه الحكومة ويكون أيضاً بحث مسألة تاريخ تعاقده مع هذه الشركة ومن ذاك اليوم يفترض أن يتم صرف هذه المزايا والبدلات لكن إذا كان هناك أشخاص آخرين لم يشتركوا معنا في هذه الشكوى فليس هناك إجبار على الشركات العاملة العامل بها هذا الموظف الغير مشارك بهذه الشكوى بأن يلزمهم بتقرير صرف هذه البدلات والمزايا في حالة تقريرها من القضاء يحق لكل موظف حتى وإن كان لديه شكاوى سابقة أو لديه قضايا منظورة تتعلق بذات الموظور وهو تطبيق هذا القانون وأقصد بهذا القانون 28 لسنة 69 للعاملين في القطاع الأعمال النفطية كل موظف وإن كان لديه قضية سابقة أن يشترك معنا في هذه الشكوى الجماعية وليس هناك أي تضارب ما بين الدعوتين نحن هنا نتكلم على شكوى جماعية تمثل أعداد من العاملين في القطاع النفطي الخاص ولديهم مطلب واضح ومحدد في مسألة تطبيق هذا القانون حتى وإن كان أن هناك قضايا سبق نظرها القضاء بشكل فردي للموظفين لكن نحن هنا بصدد شكوى الجماعية ولا تضارب ما بين الدعوتين بل بالعكس ما يعزز الشكوى الجماعية هي الأعداد كما نص عليها القانون صحيح لم يضع حد معين لهذه الأعداد ولكن تكلم على أن الفرق ما بين الشكوى الجماعية والشكاوة الفردية بأن يكون الشكوى الجماعية عددها يتضمن أعداد للموظفين وليس موظف أو ثلين فلما ينضم هذا الموظف إلى هذه الشكوى بالضرورة راح يجني ثمار هذه الشكوى في حالة تقرير البدلات والمزايا والحقوق المختبطة في قانون 28 لسنة 69 في الرد على هذا السؤال فيما يتعلق إذا كان هناك حكما قضائيا قرر الحقوق والبدلات والمزايا المالية المتعلقة بالعاملين في عقود المقاولين أي النفط الخاص وامتنعت هذه الشركات عن تنفيذ هذا الحكم ونعني هنا بالشكوى المقدمة الآن ولتنظرها هيئة التحكيم بمحكمة الاستهناف وقررت وهذا ما نرجوه في مسألة تطبيق هذا القانون على جميع العاملين والشاكين المقدمين هذه الشكوى امتناع الشركات أو امتناع المقاولين عن تنفيذ هذا الحكم هذه مسألة غاية في الصعوبة ولا أعتقد أن المقاولين سوف يقدمون على هذه الخطوة وذلك لأن هناك اعتبار قانوني يتحدث عن حجية هذه الأحكام وعن إلزام كل طرف في هذا الحكم أو حتى خارجه في احترام هذه الأحكام وإلا يكون هنا القانون المتصدي لهذه الشركات بإجراءات تصل إلى محاسبة الممثل القانوني لهذه الشركات بأحكام قد تصل إلى الحبس بالإضافة إلى الغرامات فكل شخص يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي يواجه بهذه المادة لتتعلق في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ويصل الأمر إلى حبس هذا الممثل القانوني لهذه الشركة سواء كان مدير عام أو حتى رئيس مجلس إدارة لهذه الشركة في حالة صدور الحكم وقرر الحقوق معينة وألزم المقاول بحقوق والتزامات وواجبات فيجب الكل أن يستمع وأن يحترم وأن ينفذ هذا الحكم في حالة عصيان ذلك يتم محاسبة قانونا ويتم أيضا إصدار أحكام بالحبس لكل شخص يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي بالنسبة لا قدر الله في مسألة أن البحكمة رفضت هذه الشكوى وهذا بوجهة نظري أمر غير متوقع لكن غير مستحيل إذا نتكلم على هذا الأمر وما هو وضع الموظفين مقدمين هذه الشكوى وما يترتب على هذا الرفض بود أن أوضح نقطة في غاية الأهمية والحساسية أيضا هناك من يروج بأن عدم الاستمرار في هذه الشكوى أو عدم الانضمام لها حتى لا يكون في الرفض أن يترتب عليه وضع أسوأ من الوضع الحالي هذه الفكرة بلا شك خاطئة ويخطم من يظن بصحتها بأن هذه الفكرة لا يمكن قبولها على أرض الواقع وآيذ ذلك نحن الآن بصدد أكثر من لائحة صدرت في تاريخ بداية عقود المقاوني أخص بالذكر منها القرار رقم 23 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 24-4 لـ 2002 والتي نتج عن هذا القرار لائحة تنفيذية له سنة 2006 صحيح أن كان هناك فترة زمنية طويلة نوعا ما ما بين صدور القرار واللائحة التنفيذية له إلا أنها صدرت هذه اللائحة وتحدثت عن بدلات ومزايا مالية للعاملين في عقود المقاونيين إلا أنها لم تكن كافية وشاملة لما قررها القانون وكان يفترض بهذه اللائحة أن تكون مكملة إن لم تكن زائدة عن القانون إلا أنها في صدورها انتقصت من حقوق العاملين في عقود المقاونيين أدى ذلك إلى صدور لائحة أخرى سنة 2013 تحديدا تكلمت عن ذات الحقوق بأفضلية مقارنة بـ 2006 بشيء بسيط ولا يمكن أن نقول أنه كان مرضي لجميع العاملين في عقود المقاونيين ذكري لهذه اللائحة وذكري للإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية يؤكد أن حتى لا قدر الله كان هذا الأمر موجود في الدعوة برفض هذه المطالب وهذا أنا أؤكد عليه للمرة الثانية لا نأمله وليس من المتوقع لأن القانون كان واضح في هذه المسألة وحاسم لكن تبقى فرضية يجب مناقشتها في حالة صدور هذا الرف لا يمكن أن نرجع عن اللواح التي صدرت خلال سنة 2006 أو 2013 لا يمكن الرجوع إلى الصفر هناك مكتسبات تحققت صحيحة غير كاملة نريد الأفضل، نريد الأكمل، نريد ما يتماشى مع القانون بشكل واضح لكن لا يعني في مطالبتنا هذه وفي حالة رفضها من القضاء بأن يتم الرجوع على ما هو دون من اللواح فهذه النقطة رداً على كل من يروج أن في حالة خسران هذه القضية سوف يكون الوضع أسوأ من الحال بالضرورة لن يكون ذلك أما الشق الآخر من السؤال فيما يتعلق في خسران هذه القضية أو في حالة رفضها أن يحق للشركات عقود المقاولين رفض دعاوي تعويض عن هذه الشكوى هذا الأمر غير موجود ومستحيل أن يتم لماذا؟ حق التقاضي كافل لي الدستور قبل القانون وطالما أنا لم أسيء استعمال هذا الحق ولجأت في قنوات وطرق القانونية التي رسمها لي القانون فليس هناك مبرر للمشكو بحقه أو للشركة بهذه الشكوى أن ترجع عليه في أي دعوة تعويض بمناسبة هذه الشكوى طالما لم يكن هناك تعسف وكان هناك استخدام أمثل للقانون في حق التقاضي فليس هناك مبرر في دعوة رجوع من قبل الشركة على الموظفين شكرا للمشاهدة